روسيا تفي بوعدها حول وصول إمدادات أسلحة حلف النيتو إلى أوكرانيا حيث أعلن الجيش الروسي أنه قصف قطاراً في منطقة دونيوتسك الأوكرانية كان يحمل أسلحة غربية إلى كياب وذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت شبكة السكك الحديد في البلاد التطور هذا الذي يأتي بعد الإعلان عن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكياب والتي تتجاوز الستين مليار دولار تظهر بوضوح عزمة موسكو على مواجهة إمدادات الأسلحة المتوجهة إلى أوكرانيا واستنزاف تلك الموجودة بالفعل داخل البلاد على الجانب الآخر اجتمع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي مع وزير الدفاع الأمريكي عبر تقنية الفيديو حيث طالب زيلنسكي بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مؤكدا حاجة كياب لتلك الأنظمة لإسقاط الطائرات الروسية المقاتلة حتى لا تقترب من حدود البلاد نناقش التطورات هذه مع ضيفينا الليلة من موسكو مدير مركز جي أس أم للدراسات الدكتور آصف ملحم ومن واشنطن مدير مركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات برادلي بومن أهلا وسهلا بكما معنا الليلة في هذا الحوار من غرفة الأخبار إذن دكتور آصف كما وعدت روسيا فعلت حتى قبل وصول كل هذه المساعدات الغربية قامت بهذا القصف قصف خط أساسي لتوصيل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا شو اللي تحقق دكتور من هذه العملية وإلى أي مدى يمكن أن تكون رسالة واضحة للجانب الأمريكي بأن كل هذه الإمدادات سيتم قصفها كما تعهدت موسكو نعم مساء الخير لكم والسادة المشاهدين والضيف الكريم سيدتي فيما يتعلق نعم بشكل عام يعني روسيا تعكف منذ بداية المعركة تقريبا على قصف كل خطوط الإمداد التي تمد القوات الأوكرانية ولا يوجد عندها طريقة أخرى للتعامل مع المساعدات الغربية بهدف إعاقة وصول هذه المساعدات العسكرية إلى الجبهة ومشاركتها في أعمال قتالية فيما يتعلق بالخطوط التي قصفها تحديدا الممتدة من خاركف باتجاه الدنباس وتحديدا هذا الخط الذي يمر من خاركف باتجاه بلكلايا وإزيوم منذ زمن بعيد يعني خاركف تحديدا تشكل نقطة ربط طرقية تغزي كل الدنباس وكل القوات الأوكرانية العاملة في الجبهة الشرقية لذلك أعتقد أن الموضوع مخطط له من زمن بعيد وجاء توقيت تقديم هذه المساعدات العسكرية لأوكرانيا وعلى ما يبدو أنه أصبح هناك دافع أكبر عند القوات الروسية لتدمير هذه الخطوط هذه الطريقة تعكف عليها روس تدمير البنى التحتية الطاقية والطرقية ومخازن الأسلحة وهذه الطريقة الوحيدة التي تتعامل فيها روسيا مع القوات الأوكرانية لأنه في الواقع لا يوجد أي طريقة أخرى إلا هذه الطريقة لكن ألا تخشى موسكو من ردة فعل الغرب من ردة فعل واشنطن على هذا التحرك التي تزامن مع الإعلان الأمريكي عن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات السؤال لك دكتور أصف سيدتي لاحظة معي فيما يتعلق بهذه المساعدات يجب أن نناقشها بشكل دقيق هذه المساعدات لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة هذا لوجستيا غير ممكن على إطلاق لا يمكن تقديم آلاف الدبابات دفعة واحدة لا يمكن تقديم آلاف الطائرات دفعة واحدة ولا بد أن تأتي على دفعات وروسة تراقب كل الأجواء الأوكرانية وتعلم جيدا كل الطرق التي تصل إلى أوكرانيا وتراقب كل هذه الشحرات الأسلحة لذلك ردة الفعل ماذا يمكن أن تكون يعني هم قدموا في البداية كانوا مترددين بالأحرى بتقديم صواريخ آتاكمس بعيد المدى وقدموا والآن تبين أنه سرا تم تقديم لأوكرانيا مئة صاروخ وبايدن وافق على ذلك على الرغم من أنه في القفية القانون الذي تم إقراره في الفترة القانون المساعدات كان هناك نقطة مكتوبة بشكل واضح على أن هذه الصواريخ لا يجب استخدامها من القوات الأوكرانية إذا كانت تشكلوا تهديدا للأمن القومي الأمريكي ومع ذلك استخدمت فيه وليس هذا في حسب هناك معلومات أخرى تؤكد على أن من حق القوات الأوكرانية أن تستخدم هذه الصواريخ في شبه هزيرة القرم وتقول الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قد يشجع هذا أيضا ألمانيا على تقديم صواريخ تورس التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر لذلك لا يبقى أمام روسيا سوى دفع القوات الأوكرانية إلى الغرب وتدمير خطوط الإنداد وهذه الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الموضوع طيب خلينا نسأل سيد بومان كيف قرأ الجانب الأمريكي هذه الرسالة مباشرة التي تأتي بعد إعلان الجانب الأمريكي عن وصول صواريخ أتاكامز إلى أوكرانيا سيد بومان هل وصلت الرسالة؟ لا لا أعتقد لا أعتقد طبعا هذا أكبر غزو في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وهذا عدوان صارخ من فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين هو الذي غزى وهو المعتدي على الأوكرانيين وهم يحاولون الدفاع عن أرضهم والولايات المتحدة تقدم لجيراننا الأوكرانيين طبعا الوسائل للدفاع عن أرضهم والكريملان إذا اعتقد بأنه بقصفه لشبكة خطوط الحديد بأن هذا إنجاز كبير فإنه مخطئ نعم ربما هذا سيسعب الأمر ولكن معظم الأسلحة ستصل وربما ضيفك من موسكو يقول بأنه ليس هناك طريقة أخرى ولكن هناك طريقة أخرى على بوتين أن يوقف هذه الحرب وغزو أوكرانيا ويعيد القوات الروسية إلى روسيا هذا سيحقق السلام ويحل المشكلة لكن كيف سيد بومان كيف يوقفها إن كان يحقق مكاسب يعني أنت تعرف تماما وتتابع هذه التطورات امتناع الغرب عن إيصال هذه المساعدات لفترة طويلة هو الذي ساعد الرئيس بوتين وقواته على التقدم في الميدان الأوكراني وهذا ليس بتصريح مني فقط بل على لسان الرئيس الأوكراني نفسه سؤالك ربما مضطرب قليلا هو يمكن أن يوقف الحرب ولكن أنت تتحدثين عن المحافيزات نعم الروس لديهم محافيزات ونعم نجحوا وحققوا بعض النجاحات والتأخير في وصول المساعدات الأمريكية وغيرها لم تكن مساعدة ولكن القول بأنه لم يكن هناك مساعدة من الغرب لا لا العديد من حلفائنا الغربيين استمروا في تقديم الدعم وحتى الولايات المتحدة خلال ستة شهور الماضية استمرت في تقديم الأسلحة وكانت هناك عقود والولايات المتحدة قدمت أربعة وأربعين مليار دولار لأوكرانيا إذن هناك حقائق موجودة تلك الأسلحة كما قلت ستصل وبأغلبيتها والروس سيستمرون في عدوانهم والذي أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين والأوكرانيون سيقاتلون عن بلدهم إلى النهاية والولايات المتحدة تقف لمساعدة ديمقراطية تحافظ عن نفسها ضد الاستبداد وهذا سيستمر والضحية الأولى للعدوان هم الأوكرانيون وثانيا هم الجنود الروسي الذين لا ربما يرغبون في القتال في أوكرانيا ويفضلون العودة إلى ديارهم استمعت دكتور آصف هذه الأمدادات لن تتوقف الولايات المتحدة وحلفاؤها مستمرون بدعم كييف حتى إخراج آخر جندي روسي من داخل أراضي الأوكرانية سيدتي هذا الكلام وفق تقديرنا ليس صحيح هم أصلا غير يعني معنيين بمن يقتل بأوكرانيا نفسها نحن نعتقد هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى أوكرانيا على أن أحدى خطوط الدفاع يعني الاستراتيجية العامة في مواجهة روسيا ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتكتيك متروك لأوكرانيا نفسها لذلك هي خطوة تكتيكية والغاية من الدعم أوكرانيا الآن هو إرهاق الجيش الروسي وإتعابه إلى أقصى مدى ممكن الخط الدفاع الثاني وهم حددوا ذلك بوضوح في اجتماعات رامشتاين المختلفة هو أوروبا الشرقية ومن ثم أوروبا الغربية ومن ثم نفسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لذلك الموضوع نحن نعتقد هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها لأوكرانيا والمحافظة على رتم المعركة بهذه الطريقة هو فقط استنزاف القوات الروسية وليس أكثر من ذلك والموضوع الكبرى الآن في أوكرانيا ليس كميات الأسلحة بالمناسبة بل هو الموارد البشرية القادرة على استخدام هذه المؤذي الأسلحة وذلك الموضوع تحدثنا عنه ميرانا وتكرارا والآن بدأ تتصاعد في بعض دول الاتحاد الأوروبي يتصاعد بالأحرى الحديث عن موضوع عن اللاجئين الأوكرانيين الموجودين الآن في أوروبا وكيفية إعادتهم إلى بلادهم بحيث يشاركوا في المعارك هناك ويوميا تسجل العشرات الحوادث للهروب من أوكرانيا بهدف التهرب من الجندية لذلك حقيقة المشكلة الكبرى الآن في أوكرانيا هي في الموارد البشرية وليس في كميات الأسلحة ولو كانت عندما تقول لها المتحدة الأمريكية نفسها بأن نريد تحقيق نصر استراتيجي على روسيا ماذا يعني هذا الكلام؟ لا يمكن إلا بطريقة واحدة هو أن يهجم حلف الناتو نفسه على روسيا وهذه المعركة ستكون خاسرة بالنسبة لحلف الناتو بالتأكيد فستغرق قوات الناتوية في مستنقعاتي وغاباتي وأنهاري روسيا أو محاولة تفكيك من روسيا من الداخل لذلك نلاحظ هذا الدعم المستمر بالقطارة الغائم هو زعزعت الداخل الروسي وعملية كروكوس والتفجير الذي حدث في كروكوس هو جزء من هذه العملية والغاية منها هو زعزعت استقرار الداخل الروسي وغراق روسيا في الصراعات الداخلية طيب هل روسيا منفتحة على التفاوض بحسب تصريحات المسؤولين خلال الفترة الماضية هل اختلف الأمر اليوم مع ورود هذه الحزمة الجديدة الغربية سيدتي أعتقد أن روسيا منفتحة على التفاوض في حالة واحدة إذا اعترف الجانب الأوكراني بسيادة روسيا على المناطق التي ضمتها حديثا ولا يمكن لروسيا بأي شكل من الأشكال أن تتفاوض على قاعدة أخرى غير هذه القاعدة لأنها جربت التفاوض جميعنا نعلم هذه المفاوضات الماراتونية التي جرت بين أوكرانيا وروسيا برعاية غربية مباشرة وتحديدا ألمانيا وفرنسا وتبين في النهاية أنها مجرد مناورة ومخادعة لكسب الوقت وتصريح أوكرانيا لمواجهة روسيا لذلك لا يوجد عند الطرف الروسي أي ثقة بالأطراف الغربية وجميعنا يعلم عندما بدأت المفاوضات محادثات إسطنبول تمكن المفاوضون الأوكرانيون والروس من الوصول إلى بعض النقاط الأساسية للصلح بينهما ولكن جاءت حديثة بوتشا في عام 2022 لتعيد الكرة من جديد ويعيد دعم أوكرانيا من جديد بهدف مواجهة روسيا وهدف إيقاف هذه المفاوضات لذلك هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين ومن الصعب إقناع روسيا الآن بأي شكل من أشكال المفاوضات في المرحلة خاصة بعد حزبة مساعدة الأخيرة طيب خلينا نسأل أيضا سيد بومان كيف يمكن للجانب الأمريكي أن يحقق هذا النصر الاستراتيجي على روسيا قد تطرق إلى هذا الموضوع الدكتور آصف سيد بومان في مدخلته ويقول أنه كيف يمكن للجانب الأمريكي أن يحقق ذلك وأنا أضيف على ذلك في الظل الكثير من الخلافات والتناقضات التي موجودة داخل حلف النيتو هل يمكن للغرب أن يحقق هذا النصر على روسيا ربما الأمر يستغرق ساعة للرد على الضيف من موسكو للتعامل مع كل النقاط التي ذكرها وليس لدي الوقت ولكن هنا أذكر بعض الحقائق النيتو متحد أكثر مما مضى على مدى وقت طويل النيتو أقوى مما كان عليه في السابق هناك دولتان ضمت إلى النيتو مؤخرا دولتان لم تكن تخططان للانضمام إلى النيتو إذن النيتو أكبر وأقوى ومتحد أكثر نعم هناك مشكلات نعم لدينا مثلا مشكلة مع هنغاريا ولكن النيتو أقوى مما مضى وهناك شخص نشكره على ذلك وهو فلاديمير بوتين ولو أن زميلي في موسكو لديه مشكلة مع النيتو أو مع شرق أوروبا فعليه أن يقول لروسيا أن تتوقف عن غزو أوكرانيا وتتوقف عن غزو جورجيا وعن غزو القرم وعن غزو دونباس وربما لا ينبغي أن يحق أو يشن هذا الغزو الذي هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية في أوروبا لكن سيد بوومن أعذرني على المقاطعة بالدقائق المتبقية لهذا الحوار لاحظت بأنك لا لا عندي فقط تعقيب على ما تفضلت به عندما تقول أن النيتو قوي هل يعني أنه متحد اليوم لقد لاحظ مشاهدوك بأنك تعارض لا 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 أعارض فكرتك ولو سمحت لي اسمع سؤالي حتى النهاية لأنه أنا أعلق على جزئية بسيطة وردت في إجابتك وأود أن أفهم ما المقصود بأن النيتو أقوى هل يعني أنه اليوم النيتو متحد وتحديدا على كمية ونوعية السلاح التي سترسل إلى أوكرانيا حسنا أي أحد يعرف أي شيء بشأن الشؤون العسكرية ومثلا في فنلندا والسويد ويرى بأن السويد وفنلندا الآن انضمت إلى النيتو وإذا نظرنا إلى الجغرافيا وما يعنيه هذا في بحر البلطيق كل هؤلاء يفهمون بأن النيتو الآن قوة أعظم مما كانت عليه في 2022 نقطة وانتهى وهذا ردع كبير وحين يقول ضيفك بأن النيتو مثلا لن ينجح ذد روسيا ليس هناك دليل بأن مثلا النيتو أولا حلف دفاعي وليس لديه نية في مهاجمة روسيا ولكن النيتو يريد أن ينتهي ويتوقف هذا الغزو الروسي غير المشروع وعضاء النيتو لديهم الحق أيضا في مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها والأمر بسيط هكذا استماع الدكتور أصف لنيتو ما عنده أي نية في مهاجمة روسيا لكن بالوقت نفسه يشكل اليوم خلينا نقول مجموعة ردع قوية تجاه روسيا وبالتالي يقول شكرا لفلاديمير بوتين الذي جعل من هذا الحلف حلفا قويا سيدتي أعتقد أن حلف الناتو هو اليوم في أضعف حالاته وليس في أقوى حالاته يتصاعد بين الفينة والأخرى في أوروبا نفسها الكثير من الحديث وأعتقد البارحة أول أمس يعني الرئيس الفرنسي نفسه قال بأننا نريد بناء سيادتنا الدفاعية في أوروبا أي أن الأوروبيون أنفسهم يعانون من وجودهم في حلف الناتو وأنا أذكر الضيف الكريم أيضا بأن سيدة ميركل قالت يعني بسبب وجودنا في حلف الناتو خسرت أوكرانيا شباسية القرم وأذكر الضيف أيضا بأن من هجم على أوسيتيا ليست روسيا بل هجم على أوسيتيا هي القوات الجورجية وقتلت في ليلة واحدة أكثر من 1500 شخص وهذا التاريخ لا ينساه الأوسيتيون مدى الحياة 88-2008 ولذلك ما كان من روسيا إلا أن ترد والنظام الجورجي وقتها كان مدعوم من الدول الغربية انضمام فلندا والسويد لا يقوي حلف الناتو هذه المنطقة لأن يتمكن أي جيش أوروبي ولا جيش أمريكي من دخولها هذه المنطقة مليئة بالمستنقعات والغابات حركة الجيوش فيها تقريبا صعبة للغاية وأكثر من يستطيع التحرك في هذه المنطقة تحديدا هو الجيش الروسي وبالمناسبة حول هذه النقطة تحديدا تحاول بعض القوى الغربية إثارة النعارات القومية والإثنية على طرفي الحدود بين فلندا وروسيا وتحديدا من الإثنية الكاريلية ولو تذكرنا أن أولئك المقاتلي آزوف الذين كانوا في تركيا والذين أفرج عنهم أردوغان وقتها وتحديدا دينيس بروبينكو زعيم حركة آزوف هذا الشخص نفسه جده من الإثنية الكاريلية وهناك مقاطعتين كاريلية الشمالية والجنوب الفنلندا وجمهورية كاريلية الروسية ويحاول إثارة النعارات بين قوميات هل يستغل الوضع الرئيس بوتين اليوم أمام هذه التخبطات في حلف النيتو كما ذكرت لي الوضع يعني يتيح له لربما بأن يحقق أحلامه في هذه المنطقة لماذا لا يفعل سيدتي يراهن هنا في روسيا نتابع كل شيء هناك رهان حقيقي على حدوث انقسامات عميقة في المجتمع الأوكراني نفسه وقد تتحرك ونحن نعلم جيدا أن أكثر من مئة ألف جندي أوكراني يعصون عصو الأوامر وهربوا من مواقعهم والعديد من القادة العسكريين لا يردون على القادة الذين أكبر منهم هناك حالة من الفوضى داخل الجيش الأوكراني وحالة من الفوضى حتى في النخبة السياسية ويعني قالت زالوجني نفسه أحد مؤشرات على وجود حالة الانقسام هذه لذلك هناك رهان على انقسام داخل أوكراني قد يورقها في حرب أهلية وبالتالي سترتاح روسيا قليلا بهذه الحالة وهناك رهان آخر على انقسامات أوروبية وعندما يتصاعد اليمين المتطرف في أوروبا نفسه هذا دليل على أن هذه الانقسامات بدأت تتشكل شيئا في شيئا ففي هولندا فاز حزب يميني في الانتخابات وفي سلوباكيا فاز حزب أيضا موالي لروسيا وهذه الانقسامات قد تتعمق شيئا في شيئا وتقوم لها المتحدة الأمريكا نفسها بمارسة ضغوط شديدة على صربيا يعني تحديدا لأن صربيا ما زلت حتى هذه اللحظة موالية لروسيا هذا الأمر يراهن عليه الجميع هم يراهنون على عام الوقت لزعزعة استقرار روسيا وروسي تراهن أيضا على عام الوقت ولكن المطلوب المحافظة على المعركة ساخنة إلى حد ما حتى يتم الأمر هلأ عبرت روسيا سيد بوما خلال الساعات الماضية عن استعدادها أيضا لتوسيع تعاونها العسكري مع إيران وكان فيه تعليق أمريكي على هذا الموضوع ومخاوف طبعا من لربما هذه الاتصالات المتزايدة التي جرت ما بين الإدارتين أو إدارتين البلدين لزادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة أريد أن أسمع تعليقك على هذا الموضوع وكيف يمكن للجانب الأمريكي أن يوقف أي إمكانية تعاون على المدى البعيد لأنه سيكون له تأثير كبير على سير المعارك في أوكرانيا أيضا أنا سعيد لأنك سألت عن هذه العلاقة المتنامية بين روسيا وإيران مشاهدوكم هناك في الشرق الأوسط يمكن أن يحكموا على روسيا ما على أصدقائها فموسكو وطهران قريبتان وأقرب بما كان عليه الحال قبل أعوام المسيارات طبعا تستعمل لقتل العرب والإسرائيليين وهم أرسلوا أيضا إلى روسيا لقتل الأوكرانيين فهناك تعاون في قتل طرفين أليس هذا مثير الاهتمام بأن روسيا وإيران متحدتان ومتتعاونان الآن أظن بأن هذا ربما سيعطيهم ربما بعض التعاطف للمشاهدين ليشعروا بما يعانيه الأوكرانيون لأصف أنك ما خبرتني سيد بوما كيف يمكن للجانب الأمريكي أن يتعامل مع ذلك وانتهى وقت حوارنا للأسف سيكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها عن هذا الموضوع شكرا بطبيعة الحال على المشاركة معنا الليلة من واشنطن مدير مركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن ديمقراطيات برادلي بومن وأشكر ضيفي من موسكو مدير مركز جي أس أم للدراسات الدكتور آصف ملحم أيضا على قراءة الليلة معنا